طيب جانب اخر وهو متعلق باستعدادات الاهلي لمباراة تسموحة مباراة صعبة جداً ليه صعبة؟ اولا المباراة الدوري كلها مباراة صعبة بقدم نظر عن ترتيب الفرق في ترتيب المراكز في الدوري العام ولكن الاهلي خلص مباراة ميدياما وكسب 3-0 والغيابات اللي هتكون موجودة في مباراة سموح هتكون غيابات مؤثرة لان في لعيبة ظهرت في مباراة ميدياما مش هتكون موجودة في مباراة سموح ابرزهم محمود عبد المنعب كهرباء فيه تفاصيل كتير وفيه كلام كتير على بعض اللاعبين اللي كانوا مصابين في الفترة اللي فاتت ابرزهم انتوني مودست وعلي معلول بالتأكيد محتاجين نروح لزمننا محمد توفيق اللي متواجد حالياً في مقر النادي الاهلي في الجزيرة عشان نعرف منه اخر الترتيبات واخر الاخبار المتعلقة باستعدادات الاهلي لمباراة سموحة توفيق مساء الفل وعايز اتطمن منك على استعدادات الاهلي لمباراة سموحة والتدريب اللي يعني اعتقد بدأ او لسه يبدأ بعد شوي سهلاً خيناً محمد تحايا تليك وكل مشاهدك وانتنا ديالي في كل مكان بالطبع يعني بضم صوتك مباراة في غاية الاهمية خاصة مباراة الدوري يمكن طبعاً بغض النظر عن ترتيب الفرق ولكن تطبقى مباراة مهمة خاصة يا محمد انها بتجيلك في وسط الاجندة الافريقية بتبقى مركز في طولة افريقية عندك سفر سواء موطشات مطلحقة ضغط مباراة وفي النصر بتجيلك مباراة مدورة ومطالب انك كمان تكسب وتعمل نتيجة ايجابية وتكسب تصلاح نقاط عشان حفاظك على لقب الدوري العام للعام التاني على التوالي فده اعتقد ببقى صعوبة جداً على اللاعبين بكن اعتقد لعبت النادي الاهلي وجهاز الفني قادرين على عدم الخلط والتركيز في اكتر من بطولة قادر النادي الاهلي دائماً ابداً يمكن الفريق مباراة محمد على طول بدأ استعداده بدون راحة كان كانت تدريب مباراة بس مجرد تدريب استشفاء للمجموعة اللي شاركت لمدة 90 ديئة في مباراة ميدياما وبقى اللاعبين خادوا مرام قوي جداً النهاردة بقى ان شاء الله يعني مواصلة التمرينات على طول بدون راحة واخر التمرين استعداداً لمباراة سموحة جداً بإذن الله في الاسبوع السابق والمقارر اللي هو ان شاء الله سبع مساء على استعداد المكونون العرب بالجابة الأخضر كنا محمد الاستعداد على قدم الوصاق الجهاز الفني الجهاز الطبي كل الأجهزة المعاونة موجودة ممكن من قبل الثامنين بساعتين تدريب بإذن الله هتدي فيه تمام السادسة مساء ان شاء الله هايبقى قبل المدارة على طول محاضرة فنية وبالفيديو الميستر مارس الكولر المدير الفني الفريق هيتكلم طبعاً عن مباراة سموحة وأهم من قاتل قوة ضعفة للفريق وأكيد طبعاً هو جهاز التحليل المعاونة بمطعين كل ما يخص الفريق المنافس اللي هو هيكون سموحة بإذن الله رب العمين هيبدأ اللاعبين يتفرجوا هيبدأ فيه بعض الحاجات التخصصية والواجبات المتخصصة لبعض اللاعبين من بعدها على طول هيبقى تمرين قوي جداً في الملعب هيبدأ به بعض الفقرات البدنية ومن بعدها على طول تدريبات القرى ومن بعدها على طول التأسيم اللي يختتم بقى إن شاء الله استعادوا لمباراة الغد بعدها إن شاء الله الجهاز الفني يختار قائمة من 21 لعب زي ما انت قلت وعشرت في البداية محملة هتخلوا من محملة عبد المنافسات المحلية إن شاء الله يخشوا فيه معسكة المغلق في أحد الفنادق القريبة جداً من ملعب المقاولون العرب اللي يحتضم مباراة الغد بإذن الله أمام سنهازي سموحة وإن شاء الله أن يبقى يوم بكرة حفرة على طول من بدري فيه فندق القامة ما بين تناول وجبة الإفطار أو الفاكترة الاكتيفيشن أو التدريب الخفيف في الفندق ومن بعدها يبقى الغدى والمحاضرة الفنية والتحرك فيه تمام الخامسة مساء على طول صاوب ملعب المقاولون العرب اللي يحتضم مباراة الأهل والمسموحة إن شاء الله تكون مباراة أيضاً إن شاء الله الجهاز الفني واللعبين يأدوا معا عليهم وبصلاة نقاط جديدة تؤكد قمتك وجدرتك بقمة الدول العام وكمان عشان تغفر الصفحة مؤقتة يا محمد وعندك على طول صفحة أفريقيا والصفحة التنزانية بإذن الله يوم الخميس وملاقات وينج أفريقان دول المجموعات من دور أفريقيا إن شاء الله طيب في أربع لعيبة محتاج أتطمن منك يتوفيه بشكل مباشر عشان نتطمن جمهورنا أولاً عمر السلية وعلي معلول ومحمود متولي لو موجودين نارضة في التدريب الجماعي تطمننا وطلئنا الأخبار المتعلقة بيهم وعايز أتطمن منك على مودست وبرستاو في البداية عمر السلية ومحمود متولي موجودين بشكل طبيعي جداً محمد منذ فترة في التدريبات الجماعية محمود متولي طبعاً كان البادئ في المشاركة ومن بعضه عمر السلية مشاركتهم في المباراة من عدمها دي ترجع على مستر مارس الكولر وجهزيتهم الفنية والليقوتهم الزهنية ومشاركتهم في المباراة فده أمر فنياً لكن من الناحية الطبية عايزة يعني أأكد عليك وطمنك إن أمورهم مطمئنة للغاية جهزين المشاركة في المباراة تبقى لرؤية الجهاز الفني ومستر مارس الكولر علي معلول يمكن الحمد لله أموره أكثر من رائعة مشاركته في المباراة من عدمها برضو نفس الأمر ينطبق عليه بالتشار بقى ما بين مستر مارس الكولر ودكتور رحمة جبالة طبيب الفريق إمتى يشارك في المباراة إمتى يكون موجود مع الفريق الأمر دوت يعني خاص جداً ما بين مستر مارس الكولر ودكتور رحمة جبالة في خاصة معلول لعاب كبير جداً ما ينفعش نجازف به في ظل هذه الفترة الصعبة عندك منافسات دوري وكمان منافسات أفريقيا من بعدها كاسة عامل أندية فطبعاً بيبقى فيه تفكير كبير جداً قبل الدفع بعالي معلول في أي توقيت فده مستر مارس الكولر هو اللي يحدده إن كان يكون موجود فيه قائمة المباراة بكرة أو يتم الانتظار عليه حتى التعافي تماماً من الألام اللي كان بيشتكي منها مودسي ممكن النهاردة دكتور رحمة جبالة قال لي إن شاء الله في أول التدريب كده هيبقى فيه تيست وهيتأكده ويتطمنه عليه يعني من لياقته ويتطمنك عليه ممكن بس بير ستة وطبعاً تعرف السفر كان آخر اللعبين الواصلين بعد المشاركة في معامل تخب جنوب أفريقيا فيه تصفيات كأس العالم كان قد أداء أكثر من رائع شارك في نسبة كبيرة جداً من مبورتين فالجهاز الفن طبعاً فضل إراحته لبعض الوقت ولكن هو الحمد لله سليم تماماً وبإذن الله كن موجود مع الفريق ويكون دعامة أساسية بإذن الله لهجوم فريق النادي الأهلي باية اللعبين الحمد لله بطمنك عليهم حالتهم أكثر من رائع ممكن بس طهر محمد طهر اشتكى بس كده من ألام في الكحل فيه مباراة ميديامة فدكتور أحمد يمكن فيه برضو إشاعة هنتطمن عليه مع بداية المران عنا تكتل إشاعة كانت بس مجرد كادمة أو حاجة أكتر فيه الكحل لكن إن شاء الله تبقى حاجة بسيطة وبإذن الله يكون قريباً جداً في التدريبات الجمعية وبإذن الله قريباً يكون كمان يعني موجود فيه قائمة المباريات ويستند زملائه في ظل يعني الزحام الكبير جداً مباراة محمد سواء محلياً أو إفريقياً أو كمان عالمياً ودولياً إن شاء الله في كسه عامل الآن دي طيب توفيه بمهنك التقيد بدكتور أحمد الدكتور الفريق وطبيب الفريق يعني الإشاعة اللي أجراها مودست نتيجتها إيه أو مثلاً لأن الناس الآن ممكن يلحق كس العالم ملحقش كس العالم أنت النهاردة قلتلي خبر مهم جداً وخبر جيد إن فيه تيست هيتعامل النهاردة في بداية التدريب بحيث لو نجح فيه ينزل في التدريبات فبالتالي فكرة إنه يغيب أسبوع وسبوعين الكلام ده عطاك كده أصبح مشوارة خالص يعني إصابة مودست بالذات همحمل يا خلينا بقى إن شاء الله كده مع بداية الميران إن شاء الله إن شاء الله أنا تواصل تاني وأقول لك بالزبط دكتور أحمد يعني أكد لي إن شاء الله مع بداية الميران هيكون كل الأمور واضحة هقدر أكد لك بقى إصابة مودست بالذبط مودة غيابه بالذبط هل يكون موجود زي ما أنت ذكرت ولأ ولكن إن شاء الله الأمور كلها مطمئنة اللي ضع للقلق وبإذن الله يكون موجود مع الفريق يعني يمكن تعرف طبعاً فيه كلام كتير جداً بيصار الفترة أخيرة ولكن طبعاً زي ما تعودنا دايماً أخبارنا من أخدها من المصادر الرسمية إن شاء الله يعني مع بداية الميران كده دكتور أحمد يطمننا وبإذن الله كل جمهة النادي الأهل ويكون كل اللاعبين بإذن الله مع بداية كاس العالم طبعاً أنت عارف أن رضا سليم خلاص راسمها خارج قائمة الفريق لكاس العام للأهل طبعاً إن إصابة قصة مطورة من الكامل في نصف شهر فبراير ولكن بقت اللاعبين إن شاء الله يعني نقدر يكون فيه أكتر من اللاعب موجود وكل اللاعبين اللي حتى بقى لهم فترة كانوا في إصابات وبيت أهلوا يكون الحمد لله وسط الفورمة كويسة ويكون بإذن الله قوام قوي جداً إن شاء الله يقدر يحقق كل طموحات وأمال جمهة النادي الأهلي ونعمل نسخة ممتازة من كاس العام للأندية بإذن الله رب العالمين زمانة محمد توفيق مفد قناة الأهلي بشكرك شكراً جزيل على كل هذه المعلومات من مقار النادي الأهلي بالجزيرة ومتابعة مهمة جداً لتدريبات فريق النادي الأهلي